بلادي 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 لكي حبي وفؤادي عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية لحظات وتبدأ مباراة الجونة مع مصر للمقصة على استاد خالد بشارة هذا الملعب اللي كان اعلن نادي الجونة في الموسم الماضي تغيير اسمه بشكل رسمي ليصبح استاد خالد بشارة تخليدا وتكريما لاسم رئيسي الراحل رحمة الله عليه خالد بشارة اللي كانت وفته المنية اثر حادث أليم يوم 31 يناير من هذا العام طبعا يعتلي صدارة الهدفين بتلت أهداف اللعب اللي بيرتاد القميص رقم 11 أمامنا على الصورة أحمد العدوي من منطقة السويس يدير هذا اللقاء تحكميا ويعلن عن بداية أحداث الشوط الأول من المباراة أحمد سمير اللي طلع جيش كان أدرك التعادل نتابع هنا محاولة أولى لفريق الجونة من ناحية ليمين إسلام عبد النعيم يتقدم إسلام يلعب العرضية ورايت عماد العقاد المساعدة الثاني بأن الكرة ركلة مرمى استضمت بيشان محمد ارتدت لتصطدم بقدم إسلام عبد النعيم لمست قدمه في الأخير وتحولت إلى ركلة مرمى وليست إلى ركنية بواليا بواليا الخطير بواليا الهدف بواليا اللاعب الزنبي هدف في مرمى طلع الجيش وهدف في مرمى المصري البورسعيدي محمد وسوي قادم من الترسانات ظهير العيصر هو اللي كان تعرض لسقوط على أرض ملعب تكتمل المباراة مرة أخرى والكرة وتوصل عند بواليا لكن اشترك مع محمد مودي من خارج منطقة الجزاء من ناحية اليمين قد الاشتراك قد في الإعادة ومن خارج منطقة الجزاء من ناحية اليومنا قريبة من خط الطولي لمنطقة الجزاء محمد حمدي في حراسة المرمى بيطالب الحقط المكون من اتنين من اللاعبين بتمركز السليم أصبح الحقط مكون من ثلاث لعبين بيكلي يتواجد في الحقط ومعها عبدالله مجدي بالإضافة إلى باولن فوافي والكرة السابتة والكل يتابع وينتظر الكرة السابتة مع هذا اللقاء كرة في الشباك جول الكرة السابتة كرة السابتة بتحرك الشباك السكتة في هذه اللقطة مع الدقيقة دقيقة 11 من أحداث الشوط الأول للقاء كرة مسددة قوية من الخطير من اللاعب جوزيف جونيثان الكاميروني يضع هدف أول له مع فريق الجونة ومن كرة سابتة هو يعني واقف ومركز وحط الطعين وعلى الزاوية اليسرى للحارس والمقص الأيسر محمود حمدي أخطأ في متابعة هذه الكرة لم يضع في حسبانه بأن الكرة ممكن توضع بهذا الشكل ولكن عملها جوزيف جونيثان وتقدم لفريق الجونة بهدف مبكر مع الدقيقة 11 من أحداث الشوط الأول ترقب المرادي عبدالله مجدي خالد ووتشو وعلى التنفيذ هو نفس اللاعب ويضع نصب عينيه على الزاوية اليسرى للحارس محمود حمدي هل ممكن يكررها؟ يكررها لكن يطلق محمود حمدي المرادي المرادي لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين عادت إلى جونيثان يلعب الكرة لكن يمسك حارس المرمى محمود حمدي إذن ثلاث دقائق انتهت هي كانت كوقت بدل ضاع من الشوط الأول أعلن عنهم الحكم الرابع محمد العتباني بناء على قرار من حكم اللقاء أحمد العدوي اللي بيطلق صفارة نهاية أحداث الشوط الأول والجونة متقدم هدف واحد مقابل لشيء على فريق مصر مقصة من كرة ثبتة مع الدقيقة الحداشر عن طريق الكاميروني الظاهير الأيسر جوزيف جونيثان شكرا لكم على المتابعة ألقاكم مع بداية الشوط الثاني فإلى اللقاء أما الآن فالكلمة ومن جديد للزميل العزيز كريم خطاب ونجميل استوديو التحليلي فإلى هناك نجدد لكم التحية ونلقاكم من هنا من ملعب خالد بشارة في الجونة حيث وحداث الشوط الثاني من مباراة الجونة مع مصر للمقصة ثاني لقاءات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم الفين وعشرين الفين وواحد وعشرين ولا فريق الجونة هيواصل عمليات الضغط وإرسال الكرات العرضية اللي ممكن يستغلها خطه هجومه كرة تلعب خطيرة ممكن التعادل لا مش ممكن مش ممكن يا بيكلي الأرض هنا تنشق عله أي وقل اللي بيحط رجله بيحط جسمه بيكون ساتر دفاعي لفريق الجونة علشان الكرة بتصطدم به وتحول كرة اللعب بيكلي إلى ركلة ركنية عصام صبحي على التنفيذ للركنية بتتلعب بيفوتها باولن فوافي بيشيلة ويحطها جميلة لكن إسلام طارق يتصد لها بشكل أجمل بشكل أجمل توقع إسلام طارق إن الكرة تتلعب بهذا الشكل انقض واستخلص الكرة هذه الكرة الخطيرة اللي وصلت في جهة الناحية اليسرى عند اللعب باولن فوافي بيفوت من محمد الحبيب يكن يحط الكرة للخلف عند المتقدم الإثيوبي ويسدد ولكن زي ما شفنا لوأي وائل عمل تصدي جيد جدا ناصر ناصر يستلم ناصر تغيير التجاه لها بحلوة ملعوبة في العمق ينطلق ينطلق يقترب أدي أمامنا لعب محمود الشبراوي حط كرة في اليمين إلى بواليا ومنه إلى عموري تشار جيد للاعبه فريق الجونة والتصويبة بتنتهي من المتحرك القادم من الخلف للأمام وصاحب الهدف المتقدم بيل جونة حتى الآن مع اقتربنا من 64 دقيقة جوزيف جوني ثان نجويم تحضير من أسامة عزب لفريق مصر مقصة الدقيقة 72 والتقدم للجونة بينما التقدم الآن من قبل أحمد دامودي يمشي أطع مسافة طويلة في الآخر الكرة أطعت رجعت تاني لفوافي مررها إلى رجب عمران هل متسلل رجب نشوف التمريرة كنا بتوصل والتعادل ممكن ولكن يتقلق حارس المرمى وإسلام طارق له تصدي ولكن قبل التصدي نعم هناك راية هناك تسلل على رجب عمران في الكرة اللي فاتت زي ما توقعنا إنه كان متسلل عماد العقاد المساعد الثاني اللي حاكم اللي انتظر انتهاء المحاولة كرة وصلت إلى فوافي ثم نتابع هنا إيجادة الحارس وتقلقه وإنقاذه لكرة كانت أن تكون هدف لكن قبل كل شيء كان فيه تسلل على رجب عمران في الكرة اللي فاتت تحضير في الوسط أحمد مودي يلعب كرة عالية إلى بكلي عدت من الدفاع فاتت من محمد نجيب وبكلي ياخدها ببطن القدم من تحت الفوق تعلى وتعدي إلى ركلة مرمى لمصلحة فريق الجونة دياندم بكلي على عدم تعامل جيد مع الكرة اللي فاتت كرة ثبتة هل يكون لها مفعول السحر زي ما غيرت النتيجة وأعطت التقدم للجونة هل ممكن مع الكرة الثبتة دي تتغير النتيجة وتعيد المقصة للتعادل الكرة ثبتة ملعوبة لكن إسلام طارئ من أعلى نقطة وبأطراف الأصابع الذهبية يطلع إلى رمي التماس من الجال يسرى أحمد مودي يسيبها لرجب عمران مصر مقصة بيضغط بكل الأوراق بكل لعبين يحاول أن يحرز هدف التعادل العرضية جميلة خالد ودشو ياخدها مباشرة على الطاير وبالقدم اليسرى من عرضية متقنة رائعة جميلة من زميله رجب عمران وبالقدم يسدد مباشرة كان ممكن ياخدوا الكرة دي ويدوس عليها حطها تحت رجله ويتمعن ويختار المكان المفضل لكن كان واخد قرار من بدري أنه يسدد مباشرة طلعت الكرة إلى خارج الملعب الكرة أمامية ملعوبة ولكن في هذه الأثناء يطلق أحمد العدوي حكم هذه المباراة صفارة النهاية ليزدل السطار تحت شعار الجونة في حالة انتصار مصر المقصة يتعرض لانكسار إذن الجونة يصل لنقطة رقم 11 مصر المقصة يتوقف رصيده عند 4 نقاط مبروك للجونة وجماهيرو وعشاقه في هذه البقعة الجميلة الرائعة شكرا لكم مشاهدين متابعين عبر قنوات أون تايم سبورتس على تيفي المتابعة وحسن المشاهدة ألقاكم وإياكم في لقاءات أخرى قادمة لكم تحيات زملاء في فريق العمل ولكم خالص تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة